حصل النهاردة الحقيقة في القطر اللي كان جاي من المنصورة للقاهرة وحضراتكو كلكو تقريبا تبعتوا القصة بس انا هزين نعمل حاجتين نرتب القصة من الاول للاخر وبعدين نشوف هم المصريين بالحلو والوحش وصلوا للدرجة دي ازاي الحكاية زي ما حضراتكم شفتوها انا يمكن النهاردة بدري مبكرا يعني شفت هذا الفيديو ووقفت قدامه شوية وعدته مرتين تلاتة اتفرج عليه لانه فيه وراء معاني انت قدام عسكري جندي مجند من جنودنا في القوات المسلحة رايح الكتيبة بتاعته مسافر يعني وبعدين فيه كمسار القطر ورئيس القطر دول ابطال المشهد اللي هتشوفوه وسيدة اسمها عرفنا بعد كده ان اسمها صفية ابراهيم ابو العزم الابطال دول دول الابطال الاساسيين الاربع عملوا مشهد نقدر نقرأ من خلاله حاجات كتيرة جدا في مصر تعالوا نرتب المشهد اللي احنا شفناه مع بعض اول حقيقة فيه عشان بس الناس ما تبقاش مختلط عليها الامور احنا قدام العسكري ده مش انه هو معهش فلوس هو معاه فلوس بدليل انه هو في الاخر طلع الفلوس من محفظته وكان بيديها ليه الست صفية ابو العزم فهي قالتو والله ما ياخد منك فلوس انا عندي تلات شباب زيك فاول حاجة احنا مش قدام مجند ما معهش فلوس فبتاع القطر جي قال له فين تسكرتك لا ما معيش فين الفلوس لا ما معيش والله نلغي بس لايه الحكاية ده اول حاجة تاني حاجة المشهد ده ممكن يحصل في كل قطرات مصر خلال اليوم عشرات المرات الصدفة ايه انه المشهد ده تصور ولذلك مثلا انا شايف انه البطل البطل الاول في هذا المشهد هو اللي صور الفيديو ورفعه على شبكة تواصل الاجتماع يعني الست صفية تظل هي بطلة هذا المشهد محدش يعني يختلف على ده لكن اللي صور هذا المشهد وصبر عليه كده وراح وجه معاه مبتاع هو البطل الاساسي فانا بوجه له التحية منعرفش هو مين ممكن بعد شوية يعلن عن نفسه لكن يستحق التحية وهو ده الجزء الايجابي في السوشال ميديا انك تصور او صحافة المواطن زي ما بيسموها تصور حاجة وبعدين ترفعها فالناس تشوفها فتحصل اجراءات طيب وزارة النقل تحركت على طول ده كانت الايه الخطوة التانية بعد ما انتشر الفيديو على طول وزارة النقل طلعت بيان واضح جدا بدأته بالاعتذار زي ما هتشوفوا حضراتكم وزارة النقل تقدم اعتذارها بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة القاهرة بالتجاوز في حق احد الركاب وهنا الحقيقة اللي صاغ البيان بتاع وزارة النقل انا بحييه ليه لانه هو استخدم استخدم التعبير بتاع احد الركاب لانه في النهاية هو عسكري جيش مش عسكري جيش هو مواطن مصري تم التعامل معاه بشكل مهيط فالوزارة بتعتذر عن التجاوز في حق احد الركاب وبتؤكد احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بواجه عام وده برضو نوع من الزكاء الشديد في صياغة البيان لجمهور الركاب بواجه عام وكل افراد القوات المسلحة البسيلة والشرطة على وجه الخصوص ولما بينص بيان على رجالة الجيش او رجالة الشرطة ما فيش فيه نوع من التمييز ولكن هو فيه نوع من الاعتراف بالجميل لانه الناس دي بتقوم الحقيقة بأدوار كبيرة جدا خلال السنوات اللي احنا عايشينها والجيش عموما طول الوقت بيقوم بدور كبير جدا طيب الوزارة كملت كملت البيان بتاعها وقالت حاجة هنرجع لها بعد شوي يعني سيب الفقرة التانية كده اللي قدام حضرتك وروح للفقرة التالتة قالت ايه انه التوجهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكة بالسكة الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكة الحديدية المختلفة وانه كافة المواقف التي تحدث بين قطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب ان يكون في اطار القانون وفي اطار احترام الراكب وانه لا تهاون مع اي مخطئ في حق اي راكب وان الوزارة ستستمر في خدمة الركاب كويس كده يبقى هنا الوزارة طلعت قالت اعتذار وتوجيه وقالت كمان انه تم ايقاف المرتكبي الواقع عن العمل وايحالتهم للتحقيق الفور وبدأت الوزارة تحقق مع مرتكبي الواقع اللي هو الكومساري بتاع القطر 948 المنصورة القاهرة ورئيس القطر قوات المسلحة على طول لانه احد الركاب ده مجند طلعت البيان بتاعها انا برتب لحضراتكم الواقع من الاول للاخر وقالت القوات المسلحة بردو في بيان مسؤول انه تؤكد القيادة العامة القوات المسلحة احترامها لكافة مؤسسات الدول وان جميع افرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الاصيلة للمؤسسة العسكرية وان جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه نذروا انفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة تقدر الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التي لا تنم الا عن سلوك فردي خاطئ لاحد العاملين كما تتوجه ودي نقطة بقى مهمة قبل ما نيجي لنقطة المهمة دي خلينا اقول لحضراتكم على حاجة اللي حصل قدامنا هنا وقعة ربطت بين مؤسستين من مؤسسات الدول وزارة النقل والقوات المسلحة وزارة النقل ممثلة في الكومساري ورئيس القطر ووزارة الدفاع او القوات المسلحة ممثلة في العسكر اللي حصل هنا تعامل راقي جدا وناضج جدا ومتطور جدا للتعامل بين المؤسسات لان هي مش هتبقى خنائة طلعت وزارة النقل قالت احنا اسفين وبنعتذر وبنقدر رجالة الجيش جيش قال احنا بنحترم مؤسسات الدولة والاهم من ده ان احنا بنتعامل مع ما حدث على انه خطأ فردي لان انت كان بسهولة ممكن تطلع تقول شوف بقى الكومسارية وشوفوا رؤساء القطرات وبيهينوا الناس وبيبهدلوا الناس وبيحطوا من قدر الناس وبيحتقروا الناس المصريين بيتبهدلوا انت بتبص للوقعة في اطار فردي كومساري ويسوى قطر كان لافت كمان ان قوات مسلحة وجهت التحية للست صفية نصا كما تتوجه القيادة العامة لقوات مسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار وتمسكت بدفع ثمن تسكرة الركوب وتؤكد ان ما فعلته هو تعبير عن اصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبي الكثير من العطاء والانسانية والاموه ترجمة نانسي قنقر